السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل يحدث حمل بعد الدور مباشرة أم لا تكمن الإجابة على سؤال هل يحدث حمل بعد الدور مباشرة أنه من غير المحتمل حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة ولكنه ليس مستحيلا تعد فرص الحمل منخفضة بعد الدورة الشهرية مقارنة بمرور بضع أيام أو أسبوع من انتهاء الدورة الشهرية فعادة ما تتطور البويضة خلال فترة الحيد وتصبح جاهزة للانطلاق في منتصف الدورة الشهرية يمكن أن يختلف الوقت الذي تستغرقه البويضة للنطج داخل المبيض من دورة لأخرى وقد تؤدي الدورة الشهرية المنتظمة والقصيرة إلى زيادة احتمالية حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة فإذا كانت دورتك تأتي بعد 22 يوما من انتهاء الدورة الشهرية السابقة فيمكنك الإبادة بعد أيام قليلة من الدورة الشهرية والحمل في حال استمرار الدورة الشهرية لمدة تقل عن 7 أيام ذلك لأن أطول فترة يمكن للحيوان المنوي أن يعيش فيها في مخاض عنق الرحم وإحداث التخصيب هي 7 أيام وتعتمد فرص حدوث الحمل بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة على وقت الجماع وطول الدورة الشهرية واليوم المحدد للإبادة خلال تلك الدورة الشهرية يمكن أن يكون تتبع التبويض أداء مهمة للنساء المهتمت بالحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة من خلال الاستفادة من تطبيقات تتبع التبويض المجانية أو مراقبة مخاض عنق الرحم للتغيرات التي قد تشير إلى الإبادة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني عبدا عن سارة الطبيب والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع للمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعموا بلايك وكومنت وتشاريوا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة